متابعي قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة نهردا ان شاء الله هتكلم عن رانوي ML وتحديدا هجرب معاكم الإصدار الأخير جينفور تيربو جينفور تيربو تقدر تجربه في الخطة المجانية اللي بيديك فيها عند التسجيل 125 نقطة غير قبلة للتجديد ودي المشكلة اللي بتكون دايما مع رانوي انه هو هي 125 نقطة استفيد بيها وجرب الأدوات بتاعتنا لو عجبتك خلاص يكمل في بعض الأدوات ما كنتش تقدر حتى تجربها بال125 نقطة لكن النهاردة أصبح متاح جينفور تيربو اللي تم إصداره بعد جينفور لإنتاج فيديوهات من خلال موقع رانوي ML وده اللي احنا هنعمله النهاردة وكنا شفنا من قبل جينثري ألفا أعتقد جربناه وكان تم إصداره في منتصف عام 2024 وكانت نقلة نوعية بصراحة في إنشاء الفيديوهات يعني أنا لما بشوف الفيديوهات اللي تم إنشاءها على موقع رانوي ML أو المطاع وي دلوقتي بلاحظ طبعا أن فيه فرق كبير من ناحية التوافق مع النص والجودة العالية التحكم في الكاميرا كمان دلوقتي جينفور اللي تم إطلاقه في إبريل عام 2025 يعتبر فيه حركة سليسة أكتر ووقعية أكتر تناسق الشخصيات مع وجود كمان الصورة المرجعية فيه فهم قوي للمشهد بشكل كبير جدا ومع ذلك هو يعتبر أبطأ شوية من جين 3 ألفا وبالتالي تم إصدار جينفور تيربو اللي حنجربه النهاردة اللي بينتج فيديوهات أسرع بخمس مرات من جينفور كفاءة التكلفة بتاعته اللي بيستهلك خمس نقاط لكل ثانية مقارنة بجينفور اللي بيستهلك 12 نقطة فيه كمان تحسينات على الحركة الحركة فيها السلاسة أكتر ودرماكية أكتر يلا بينا نجرب مع بعض جينفور تيربو من رانوي ML حوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية عشان نجرب مع بعض جينفور تيربو من رانوي ML هتبتيت نسجل طبعا ونخش على الأكاونت بتاعنا لكم 125 كريديتز هنروح على جينريت فيديو علشان نجرب مع بعض جينفور تيربو هنا بيقولك ان انت ممكن تجرب جينفور ريفرانسز وإحنا ممكن هنا نرفع مجموعة من الصور اللي عايزين ننشئ بيها سين بس نتأكد ان فيه يعني consistent character أو character اللي عندنا سابت مش عايزين نلعب فيه بالحالة دي انت بتدوس عليه وهنا حتبتدي ترفع هنا بيقولك ارفع من one لthree character or location images عشان تقدر ننتق تbuild scene حتبتي اعمل الموضوع ده كده ارفع الصور بتاعتي وهنا ممكن توصف اللي انت عايزه في المشهد ايه بالظبط هنا حتبتي احط الوصف ده ده traveler ماشي في الصحراء في ال golden hour ساعة الساعة 12 مثلا في داست في رملة هنشوف دلوقتي مع بعض في غبار في داست في غبار هنا الصور 16-9 عشان يقدر ان هو ينشئ لي scene فيديو بالعرض وحبتدي اقول generate وحنبتدي نشوف النتيجة مع بعض انشأ لي هنا اربع صور كreference ممكن اي واحد من دول استخدمه عشان اعمل بيه فيديو اعتقد انه من الثلاث صور سبتلي character بتاعي اللي انا هستخدمه هجرب كده الصورة دي مثلا على سبيل المثال حاول input for video اعمل منه فيديو بتدي احط العمر وهنا gene for turbo اللي احنا هنجربه انا بس كنت عايزة اجرب ال reference الصورة ترفع مجموعة من الصور بيكون لك صورة سابتة بتستخدمها لكن انا هنا عايزة اجرب gene for turbo واشوف حيديني نتيجة عاملة ازاي حبتدي اقول له generate ونشوف مع بعض النتيجة انا عملت دست مرتين على generate فانشأ لي فيديوهين تعالوا نتفرج الهدف 5 ثواني كل ثانية بيستهلك 5 credits في 5 في 5 بـ 25 ده مشهد اخر ده الفيديو التاني اللي انا انشأته برضو ده بصرحة انشأته بالغلط اللي اتنين حلوين والفيديو ده انا تكتو حلوة جدا حبتدي ان انا اعمل download اعلا نشوفه على طول ان احنا نعمل فيديو باستخدام gene turbo من غير موضوع ال reference حبتدي اروح ارفع صورة عمل tab image fx وهنا ممكن ادسكرايب الشاط وممكن لا دي حاجة رجعي دي طبعا انا هدسكرايب الشاط بصراحة لان انا طلبت من شات جبتي بديني وصف اعمل بيه فيديو من الصورة دي وهنا تقدر تتحكم 5 ثواني 10 ثواني ده المتحلك في استخدام gene 4 turbo ولكن طبعا احنا النقط هنا عندنا مش هتكفي 10 ثواني لان كل ثانية بتاخد اعتقد خمس نقط وبالتالي خمسة في خمسة خلينا في خمسة في خمسة في خمسة وعشرين وهنبتدي ان احنا نعمل generate الجميل مع ان هوا ما بياخدش وقت بصراحة في انتاج الفيديو يعني انت بتشوف دلوقتي 10 في المية مش زي بعض النمازج الاخرى حتى لو كانت هذه النمازج في الخطة المدفوعة ايضا هو يعتبر افضلهم في انتاج الفيديو او المدة اللي بياخدها وزي ما قلتلك جين فور تيربو اسرع من جين فور بكذا مرة في انتاج الفيديو هنشوف مع بعض النتيجة هنا انا ايليله في الوصف او ده اللي طلبته من شات جي بي تي ديني وصف للصورة دي للشخص يعني ايه بيستمتع بالارومة او بريحة القهوة زي ما احنا شايفين بصوا جودة الحركة يعني الفيديو قد ايه تحس انه هو واقعي والحركة فيها الديناميكية وانسيابية وسلاسة مفيش اي حركة غريبة في الفيديو الفيديو ممتاز جدا وبتروح بعد كده بتعمله داون لود واعتقد ان هو بيكون عليه الووتر مارك تعالى كده نشوف الفيديو فول سكرين زي ما انتو شفتوا كده في ووتر مارك لكن في جزء بسيط جدا في الفيديو ممكن تعمل على الفيديو لو الووتر مارك هنا دايقك في ايضا هنجرب من اكاونت ثاني حابة اجرب العشر ثواني اشوف الحفاظ على الحركة مدة عشر ثواني الفيديو هيكون عامل ازاي هنا بقى مش هجرب ان انا اطلع صورة من الجين فور ريفرانسز هرجعتني اقول جين فور ريفرانسز هنا النموذج تقدر تستخدمه في انتاج صورة ثابتة تستخدمها في عمل فيديو من مجموعة من الصور ولكن باستخدام التكست النص يعني بتحول التكست تو امج فهنا احنا مش هنتطرق لهذه الجزئية انا هنا هبتدي ارفع الصورة اللي انا ايضا عملتها بامج اف اكس النتيجة بتاعته بتكون روعة جدا امج اف اكس وحبتدي ان انا حطت وصف لي الفيديو ده حواريك بقى طريقة لما يكون عايز انسب نص تستخدمه علشان تحرك فيديو وانت عندك النص اللي انت استخدمته في انشاء الصورة فانا هعمل ايه هبتدي اروح لشات جي بي تي وحقوله الات هقوله give me the suitable text prompt to generate video from this text here انا حطت له الامر اللي انا برضو كنت جايبا من شات جي بي تي قلت له عايزة اوصف مثلا شخص بيشرب قهوة بيعمل اي حاجة انا عايزاها او ديني مثال cinematic scene فعطهولي هنا انا هبتدي اخد الامر ده كده عشان احرك بالفيديو خد بالك دي حتة فنية صغيرة بس بتفرق لما هنروح هنا على optional describe your shot انا ممكن نسيبه يحرك الفيديو براحته ممكن انا احط الوصف وانا بفضل ان انا احط الوصف اقول انا عايزة ايه يبان عندي في المشهد المرات دي بقى انا 10 ثواني فبالتالي هو هيستهلك هنا 15 ب50 نقطة مرة واحدة انا باستخدم جين فور تيربو حتدي ان انا اقول ونشوف النتيجة مع بعض من المفترض هو فعلا الباقي 75 وبالتالي هو هنا 10 ثواني استهلك فيهم 50 دي حاجة كويسة هنشوف دلوقتي النتيجة ونختبره مع الفيديوهات الطويلة زي ما قلتلك ما بياخدش وقت اطلاقا في انشاء الفيديو طبعا هو هنا هيبالك ابطأ شوية صغيرين ولكن لان اخد بالك مدة الفيديو هنا 10 ثواني فاحنا هنا وصلنا الـ 55% وانا بتكلم معاك ما عملتش اي قطع للفيديو 75% هتشوفه معايا دلوقتي بشكل عملي وفي الاخر خالص هيوصل لي 100% تم انتاج الفيديو ما عملتش اي اده تنجع على المدة تعال بقى نشوف العشر ثواني الحركة عملة ازاي مش عارف انا حكايتي مع القهوة وشرب القهوة وتلاقي كل السينز بتاعتي والمشاهل فيهم شخص بيشرب قهوة بيشرب شاي تعال بقى نشوف على الفول سكرين عشان انا عايزك تشوف كفول سكرين الفيديو افضل برضو حاب اقولك حاجة هنا فيه امكانية ان انت الخطة المجانية لان لما جيت دست 4K قال لي لازم اكون مشتركة في الخطة المدفوعة بالرغم ان انت حتلاقي في جنبه ابي سكيل 2 4K بيكلفك 20 كريدس بس لازم تكون انت مشترك اصلا في رانوي ام ايل زي ما شفنا دي كانت النتيجة نتيجة طبعا رانوي ام ايل انا بعتبره من المواقع الممتازة جدا في انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي كنت احب ان انا اجرب معاكم جين 4 turbo ونشوف الجودة بتاعته شوفكم فيديو قادم باذن الله بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد بحاول اركز دايما على الخطط المجانية عشان تستفيد منها قدر الامكان فما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت ولو كنت بتشوفنا اول مرة من نساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فراعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة